اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي باللون الاحمر الاسفل الفيديو وكمان تضغطي على علامة الجرس علشان يوصلك مني اي فيديو قادم باذن الله قناتي اسمها قناة افكار شيكو ولو عجبك فيديو النهاردة ما تنسيش تضغطي على اللايك أسفل الفيديو بالنسبة لفوائد القهوة أو النسكافيه اللي أنا هستخدمه النهاردة القهوة أو النسكافيه مصدر غني بمضادات الأكسادة اللي بتحمي البشرة من الجلد الميت وبتساعد البشرة على تحسين صحتها بتقلل من الخطوط الرفيعة وبتحمي من فقدان الرطوبة لو كنتي كمان بتعاني من أثار حروق الشمس فهي بتساعد على استعادة بشرتك وإزالة السواد وحب الشباب والعيوب والبقع الداكنة والتصبغات وبتجعل بشرتك متوهجة ومشرقة ولامعة ونقية دايما طبعا ده بالإضافة للطبيع هنبدأ بعد الوقتي بعمل السكراب مع بعض ومكونات السكراب أول حاجة عندي معلقة نسكافيه معيها معلقة من السكر معيها كمان معلقة كبيرة من زيت الزتون يعني ثلاث مكونات بس بالنسبة لزيت الزتون طبعا يكون بكر ممتاز يعني نوع كويس لو مش متوفر عندك ممكن تستخدمي بديله زيت جوز الهند فايدة السكر عندي مقشر طبيعي للبشرة النسكافيه برضو هيقوم بنفس العمل وزيت الزتون هيقلل من حدة السكر والنسكافيه على الوجه طبعا ده بالنسبة للبنات اللي بشرتها حساسة بعد كده هقلب طبعا المكونات كلها مع بعض بس يعني ما تقلبيش كويس لأن أنا عايزة نسكافيه كون لسه فيه برضو شوية خرز والسكر برضو يكون لسه فيه خرز علشان أقدر أقوم بعملية التأشير الصحيحة للوجه وعملية التأشير هنشوفها برضو مع بعض هوريها لكم على إيدي دلوقتي فايدة السكراب ده إيه؟ فايدة السكراب هي تأشير البشرة من خلايا الجلد الميتة هنزيل خلايا الجلد الميتة تماما فايدة السكراب كمان هي تحضير البشرة لعمل مصك القهوة اللي هنعمله برضو مع بعض دلوقتي طبعا إحنا نستخدم قهوة أو نستخدم نسكافيه اللي اتنين بيقوموا بنفس العمل بالنسبة لطريقة التأشير أنا واريتها لكم دلوقتي زي ما انتم شايفين كده وهتكون بحركات دائرية على كامل الوجه كله ونقوم بعملية التأشير دي أو عمل مساج لبشرة الوجه بالسكراب من خمس لعشر دقيق وبعد كده نيجي نشطف بقى الوجه نشطفه بمية دافية ممكن تكون ميلة إلى السخونة إلى حد ما علشان المسام تفتح والبشرة تكون جاهزة لعمل المسكة اللي هنعمله دلوقتي مع بعض بالنسبة بقى لطريقة عمل المسكة يا بنات مكوناته أول حاجة معلقة من الرز المطحون والرز المطحون تقدر يتشتري من عند العطار تاني حاجة معلقة من النسكافيه النسكافيه طبعا أو القهوة زي ما اتفقنا هنقلبهم مع بعض كده شوية الرز المطحون بيساعد على تبيض البشرة والقهوة هنقول طبعا فايدتها في المسك ده لما نكمل المكونات بعد كده هضيف عندي آآ معلقة من الزبادي معلقة تكون كبيرة شوية هضيف كمان آخر مكون عندي هو عسل النحل الأبيض عسل النحل طبعا وظيفته في المسك بتاعنا النهاردة مضاد حيوي طبيعي للبشرة وكنت عملت عنه حلقة قبل كده وقلت ليه هو مضاد حيوي وقلت فوائد العسل كلها للوجه والبشرة افتحي القناة بتاعتي قناة افكار شيكو على اليوتيوب هتلاقي فوائد العسل موجودة في فيديو اتفرجي عليه الرز المطحون زي ما اتفقنا برضو هيعمل على تبيض البشرة اما بالنسبة للقهوة فالقهوة وظيفتها في المسك ده هتعتبر مبايد طبيعي للبشرة يعني اي عوامل خارجية زي قصار الشمس مثلا زي رطوبة الجو الكلام ده كله البشرة هتشيله تماما هتزيل قصاره تماما مش بس كده القهوة هتوحد لنا لون البشرة يعني وزي ما قلنا في العنوان النتيجة هتبين بعد ثلاث مرات من استخدام المسك ده ياريت استخدموه بالطريقة الصحيحة اللي عملناها مع بعض وانا هستنى تعليقاتكو بعد ما تجربوا المسك وتقولولي كل واحدة تقولي ايه النتيجة بتاعتها جابت ايه معيها طبعا هنقلب كويس جدا جدا حتى تمام التجانس لان ده ماسك مش سكراب فلازم يكون ناعم شوية وطريقة استخدامه هتحطيه في اتجاه واحد على بشرة واجهك وهنحطه برضو مع بعض تقدر تستخدمي فرشة او تقدر تستخدمي ايديكي مفيش مشكلة طبعا بالنسبة لاصحاب البشرة الحساسة احنا مستخدمين عسل نحل فده كويس جدا جدا بالنسبة لهم يعني المسك امن وطبيعي جدا مية في المية وحلو قوي كمان ينفع لاصحاب البشرة الحساسة شايفين احنا كده بنعمل المسك في اتجاه واحد على البشرة كلها وبعد كده بيتسيب المسك من عشرين لخمسة وعشرين دقيقة على حسب الجو اللي ينسي قاعدة فيه لان انا عايزا ينشف شوية وبعد ما ينشف تبدأي تشتفي بقى بشرة واجهك بالماء الفاتر عادي تقدر تستخدمي بعد كده مية الورد على الواجه عشان تدي ريحة حلوة للواجه بعد استخدامنا للقهوة قبل ما نشوف مع بعض النتيجة النهائية على ايدي بعد استخدام السكراب وكمان المسك عايزا اقول لكم ما تنسوش تفتحوا صندوق الوصف الصندوق الوصف ده ما كانوا بيكون اسفل الفيديو حطالكوا فيه وصفاتي السابقة طبعا احسن الوصفات حطاها فيه وحطالكوا كمان مسكات تانية باستخدام القهوة ومكونات تانية غير اللي انا استخدبتها النهاردة باستخدام الجيلاتين وحاجات تانية برضو كتيرة حلوة جدا ومفيدة اوي للبشرة وللواك وحطالكوا كمان في صندوق الوصف لينك صفحتي على الفيسبوك صفحتي على الفيسبوك اسمها بيوتي جرام ومنزلة فيها كل وصفاتي في قناتي على اليوتيوب قناة افكار شيكو كمان منزلها مش فيديو بس منزلها كمان كتابة ومصورة هتحبوا جدا الصفحة اتفرجوا عليها واسبولي فيها لايك ومستنية تعليقاتكم الحلوة ومستنياكم فعلا ان انتوا تجربوا مسك القهوة بتاع النهاردة والسكراب بتاع النهاردة وانا بعد ما تشوفوا النتيجة انا مستنية تعليقاتكم ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم واشتراكوا وكمان تدوسوا على علامة الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد انا سعدت جدا جدا اني كنت معاكم وشكرا قوي على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة